انطلقت فعليات ملتقى الشارق الدولي للراوي بنسخته الحادية والعشرين تحت شعار قصص الحيوان برعاية كريمة من سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس على حاكم الشارقة بمشاركة خليجية وعربية وعالمية واسعة التفاصيل في سياق تقرير الزميل الطلال نايف من إمارة الشارقة شهدت الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وبالتحديد إمارة الشارقة عرسا ثقافيا زاخرا ولما للشمل العربي وذلك بانطلاق ملتقى الشارقة الدولي للراوي بنسخته الواحدة والعشرين بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي نائب حاكم الشارقة ليبحر المشاركون به في قصص الحيوان في الثقافة العربية والعالمية وجمع معهد الشارقة للتراث هذه الكنوز البشرية لتمني حكاياتها على الجمهور ليسهموا بذلك وفق استراتيجية واحدة لصون التراث ونقله للأجيال الجديدة استمرار الملتقى إلى كل هذه السنين الطويلة دليل على اهتمام الحكومة واهتمام صاحب سمو حاكم الشارقة بالثقافة بشكلها العام وبالتراث أيضا بشكل خاص كل عام نختار شعار هذا الشعار يمثل بعد ثقافي وأدبي في التراث العربي لذلك نحن من خلال ملتقى الراوي نحاول إعادة الاعتبار للراوي وتقديره ووضعه في المكانة التي تليق به أعتقد هذا الشعار جميل لأنه سيعيد وضعية قصص الحيوان في الثقافة الحالية للجيل الجديد ويتضمن الملتقى العديد من الورش والجلسات النقاشية إلى جانب الفعاليات المصاحبة التي ستشكل النموذج الحيوي في الحفاظ على الحكايات والرواه في هذا العام لدينا ركن خاص بدولة الإمارات وهو البيت الإماراتي القديم وأطلقنا عليه المرمس سيكون هذا البرنامج يحتوي على عدة جلسات جلسات معنية بقصص الحيوان في التراث الإماراتي والتراث الخليجي بشكل عام وأيضا قصص جلسات معنية بقصص الحيوان في التراث العربي وجلسات أخرى تتحدث عن قصص الحيوان في التراث العالمي بدول مختلفة وبلغات أجنبية أنا أعتبر هذا التكريم ليس تكريم لي فقط وإنما تكريم للسودان والعاملين في هذا المجال في السودان ولكل العاملين في الدولة العربية على أحساس مستوى الإقليم والعالم الوضع هذا التكريم لهم جميعا ليستمروا في عملهم ويحفزهم ليقوموا بهذا العمل الجليل أنا كتبت أكثر من وحررت وترجمت أكثر من 18 كتاب ويقول لي عندك من 28 مقال في صحفة عالمية وحلية وإقليمية وتحتفي هذه النسخة بالموروث الحكائي الإماراتي والعربي والإنساني الغني والمتنوع لما له من أهمية بالقة في التعبير عن القضايا الإنسانية والتي أظهرها من خياله الشعبي جاء ملتقى الشارقة الدولي للرواة للم الشمل العربي والتأكيد على أهمية الحفاظ على التراث العربي لاستذكار سيرة هؤلاء الرواة كونهم هم صمام الأمان لحماية تراثنا من الاندثار طلال نايف لمركز الأخبار من الشارقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر